بعد كده لشرق أوسط وعالمي وكان تم الاعلان انه في اندلاع اعمال عنف متفرقة ضد مسلمين في العاصمة السريلانكية ما تقلش مين اللي عامل اعمال العنف ده ولكن طبعا حضراتكم احنا تقريبا اقتربنا من انه 3 اسابيع او 3 اسابيع بالفعل مرت على الهجوء الهجمات اللي طالت 3 كنائس خلاص ده اخر كلام 3 كنائس و3 فنادق في سريلانكا واللي اودت طبعا بحياة اكتر من 260 واصابات كانت حوالي 600 فاللي حصل الايام اللي فاتت انه الكل فوجئ بانه في اعمال عنف تعتبر هي الاولى من نوعها منذ التفجيرات اللي حصلت في احد الفصحة وتم تدمير العديد من منازل اللي بيقتنها يقتنها مسلمون وكمان تهت تحطيم عدة سيارات في نجامبو والسلطات ما علنتش عن توقيف اي حد ولكن كان فيه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التسجيلات المسورة اللي ازهرت عدد من مسيري الشغب يرشكون الحجارة على متاجر لمسلمين واساس يعني مدمر داخل منازل ونوافذ مهشمة وكان فيه تعزيزات امنية من قبل الشرطة والجيش كانت خلال بدأت من يوم الحد اللي فات كمان كان تم النهاردة الاعلان من قبل سريلانكا بانه طلبت من المساجد انه يبعثولهم يعني كان قبل النهاردة قبل يعني كان من مبارح الكلام ده قبل ما تتم النهاردة صلوات الجمعة في المساجد الموجودة في سريلانكا فقالوا لهم مهم جدا انه ترسلوا كل المحتوى اللي هي الخطب الجمعة وبالفعل تمت الاستجابة والمسؤولين هناك عن المسلمين كانوا قالوا انه احنا لن نسمح ابدا بانه يكون فيه اي خطاب ارهابي على منابرنا في الجوامع اللي موجودة في سريلانكا كنيس النمسا اعلنت تضامنها مع ضحايا اسوأ هجوم ارهابي وقررت مساعدات اضافية لسريلانكا تضامنا مع ضحايا الارهاب الاسود والهجمات على الكنيس في سريلانكا والتي تعد ابشع جرائم للارهاب في السنوات الاخيرة واكثرها في عدد الضحايا قرر مجلس الوزراء النمساوي في اجتماعه برئاسة المستشار سباستيان كورتس تقديم مساعدات عجلة لضحايا الهجوم على الكنيس في عيد الايامة في سريلانكا وذلك من حساب صندوق الكوارسة الخارجية الحية طبعا يعني مشاعر جميلة كارين كينايسل كانت وزيرة الخارجية النمساوية قالت ان مساعدات اخرى هتمنح الى موزنبيق بسبب الاعصار الشديد اللي اجتاح واحد وثمانية من عشر مليون شخص في موزنبيق برضو الفترة اللي فاتت واشارت الى ان مجلس الوزراء النمساوي قرر بالاضافة للمساعدات الانسانية المقدمة بالفعل تقديم مبلغ اضافي قدره 750 الف يورو وده كان عقب اجتماع مجلس الوزراء اللي فات وانه موزنبيق تعتبر واحدة من افكار دول العالم وتحتاج الى دعمنا بشكل عاجل يعني الدعم هيقدموه لسريلانكا للضحايا سريلانكا وكمان لموزنبيق بجانب مساعدات انسانية هيكون في مبلغ 750 الف يورو لموزنبيق كان في الفترة اللي فاتت برضو بعد الهجمات اللي حصلت في سريلانكا كان تم الاعلان من قبل الشرطة السريلانكية والحكومة السريلانكية عن حزر النقاب وانه ممنوع ارتداء النقاب ففي تقرير كده اتعمل انه في تسع دول الفترة اللي فاتت رفعت شعار ممنوع ارتداء النقاب في اعقاب الهجمات الارهابية الدائمية التي استهدفت عدد من الكنيس والفنادق في سريلانكا اتخذت سلطات البلاد قرار بحزر النقاب او البرقع وده علشان خاطر طبعا كانوا قالوا انه يسهل التعرف على الاشخاص وانه ما يكونش فيه اعمال ارهابية يجريها اي حد وهو مرتدي نقاب مين بقى الدول اللي في الفترة اللي فاتت كلها التسع دول فرنسا من اوائل الدول اللي قامت بحزر النقاب عام 2011 وطبعا بالفعل القرارات اللي ازا كده بتصير جدل كبير واعتراضات حقوقية كمان بلجيكا فرضت بلجيكا حظر على ارتداء غطاء الوجه في يوليو 2011 النرويج اقرت بيونيو عام 2018 بمنع ارتداء غطاء الوجه برضو في المؤسسات التعليمية القرارات كانت مختلفة ما بين اذا كانت في ارجاء البلاد في بعض الاماكن ولكن بتختلف من كل دولة للاخرى والديني مارك ايضا فرضت في يونيو حزر وغرامة على كل من يرتدي النقاب كان يونيو 2018 العام الماضي ووصلت الغرامة الى 1658 دولار وحضراتكم عارفين طبعا الجدل اللي في مصر حوالين الموضوع ده وانه فيه كتير من الاعمال تمت بالنقاب هروب الجامعات الاخوان والارهابيين في ليبيا كمان كانت بالنقاب عمليات سرق او عمليات تحرش وعمليات حاجات كتير قوي كانت حصلت بالنقاب في الفترة اللي فاتت وكان حتى رأي الاسلام في موضوع النقاب انه هو مش فرض وانه المفترض انه كان يبقى بس الحجاب ولكن محدش في مصر بيجرؤ على انه يعني يصدر مثل هذا القرار بحظر النقاب قائد الجيش السريلانكي اعلن انه بالفعل تم احتواء خطر هجمات المتشددين الاسلاميين واحنا الفترة اللي فاتت كان فيه تحذرات ومن واشنطن ومن السفارة الامريكية في السريلانكا المهم انه قائد الجيش السريلانكي باعلن عن انه الاجهزة الامنية تمكنت من تفكيك اغلب الشبكات المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد الايامة واضاف وده كان في مقابلة مع رويترز النهاردة ان المحققين توصلوا الى ان مدبري التفجيرات لهم سلاط بتنظيم داعش بالفعل ولكنه اشار ان السلطات مازالت تحاول معرفة قوة تلك السلطة فبالتالي يعني هم اعلنش انه يعني خلاص كده الدنيا يعني مفيش اي خطر ولكن على الاقل هم اعتبروا انه خطر هجمات المتشدين في الوقت اللي فات ده قدروا يحتوها نيجي بقى لخبر من وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي كان كتب انه هو عبر عن تخوف ايران من توجه مواطنين نحو التحول الى ديانة المسيحية الامر الذي يصير القلق ادعى الوزير بان الايرانيين الراغبين في تغيير دياناتهم من الاسلام الى المسيحية يبحثون عن دين يعطيهم راحة البال على ويكشف انه فيه ارسال عناصر متخصصة لمواجهة التبشير بالمسيحية خصوصا في المناطق اللي بتشهد تأثرا او تأثرا من بعثات مسيحية المخابرات الايرانية كمان قالت انها بتتعقب مجموعة من مواطنين في منطقة همدان ممن قابدوا اهتماما بالديانة المسيحية طبعا حالاتكم عارفين ايران ومنع التبشير واي ما بتشمى اي خبر ان فيه جامعات مبشرة بالمسيحية او ان في اي حد يعني هيبتدي يتحول للمسيحية بيتعقبوه وبيقبضوا عليه وشفنا طبعا قبل كده يعني بعض القصوصة اللي بيبقى جايين من الخارج وبيتقبض عليهم وفي بعض الاحيان بتوصل العقوبات الى الاعدام يعني للأسف الشديد على ارض ايران نيجي بقى للفترة اللي فاتت وكان موضوع طبعا يعني موضوع المباريات والقصص اللي كانت مثلا مباراة برشلونة مع ليفر بول وبعدين الناس بدأت الحكاية بقى ايه من وقت ما برشلونة كانت فازت اربع اهداف وقبل المباراة كانت الناس بدأت تتكلم عن قصة انه الفريق الساجد والفريق اللي بيرشم استليب او فريق استليب او فريق استليب الحياة يعني دي حاجات جماعة يعني كلها على بعضها الحياة مرفوضة يعني سواء اذا كان حد يتكلم عن انه اه بصوا ميسي وازاي رشم صليب وبصوا محمد محمد صلاح وانه ازاي بيسجد وانه ده فريق استجدين وانه وانه الفريق ده هيفوز علشان في محمد صلاح وحد تاني بين مسلم والكلام ده كله حاجات دي يعني لدرجة انه يعني حتى لما جي بعد كده في المباراة الاخيرة اللي فازت اللي كانت ليفر بول وكان محمد صلاح ملعبش فيها عشان اصابته وبعدين حصل يعني فوز صاحق ليفر بول على برشلونة باربعة بتلاتة تقريبا تلاتة اهداف معلش انا يعني انا مش في حيال ان انا بتكلم اواربعة برضو مش في حيال ان انا بتكلم في الاهداف والدنيا يعني لكن هي الفكرة كلها انه وقتها طبعا لقينا يعني حد معلق اللهم عز الاسلام والمسلمين والمطش اساسا ما كانش بيلعب فيه محمد يعني صلاح فالحكاية بتيجي طبعا اصارات يعني رضوط فعلي كانت على الموضوع ده كتير قوي الفترة اللي فاتت يا جماعة الموضوع بالنسبة للكورة حتى الناس قالوا بوستو بالرغم ان كان محمد صلاح مش بيلعب مع نديه ليفر بول ولكن نشوفه ليفر بول ازاي كسب ومحمد صلاح انت شارت له صور على تي شورت بتاعه نيفر جيفب يعني كلها اللي هي لان نستسلم ابدا القصة ان لعبة كرة القدم لعبة جماعية ما هيش فرد اه ممكن فرده لعب يتميز ويكون فيه القاء ضوء عليه ولكنها في النهاية لعبة جماعية يعني بدون شك فبدأت الحكايات بقى لما زي ما فيه حكايات والفريق الساجدين وفريق الاسلاميين برضو بدأت فيه بعض الاخبار اللي كانت بتتنقل عن طريق انه احاديث بقى جات على الجانب الاخر ما هيبقيت كأنها استراعي يعني زي ما بقولك فاتكتب انه كان فيه كلاب اللي هو يعني المدرب لنادي ليفربول كان فيه حوار بس الحوار ده يا جماعة ملوش علاقة بلاحبة القورة هو كان حوار بيتكلم فيه عن انه هو يعني بيقول رأيه واحنا في اعياد القيامة والدنيا هو بيتحدث عن انه يسوع هو اهم شخص في التاريخ بالنسبة له ما ربطش خالص بانه يسوع هو سر نجاح فريق او الكلام ده كله عشان برضو الناس ما تعتبرش انه القصص دي ليها علاقة بان احنا هنا بنقول فريق مسيحي فريق مسلم هو كلاب يتحدث عن حاجة شخصية عنده مش حاجة ليها علاقة به هو طبعا يعني بيعتبر يعني فعلا ناجح جدا بالنسبة لإدارة او كمدير فني لنادي ليفربول لكن ده كان رأي رأي له وهو شخص مسيحي بيقول انه يسوع هو اهم شخصية في التاريخ بالنسبة ليه يعني بالنسبة له تمام لكن ارجوكو يعني كل واحد له قناعته كل واحد له عقدته ولكن ما ينفعش ندخل كل حاجة بانه ده عشان سجد هالفريق ده هينجح ده عشان فيه محمد صلاح المسلم ده هينجح ده مسي اللي رشم الصليب ايه نو الموضوع مش كده خالص معتقدات الشخصية ملهاش علاقة بالتميز والتدريبات القوية والاداء الجماعي اللي بيكون على اراضي ملاعب كرة القدم يعني يا رب بس النقطة دي تكون موضوحة معلش ان عملت المقدمة دي كلها عشان اقول لكم الخبر ده ولكن كان من الحلقة اللي فاتت عايزين كنا نتكلم على الموضوع ده كان معنا صور حتى ونيفر جيف اب لمحمد صلاح هنا برضو يعني لما هو على التشيرت بتاعه اني مش هنستسلم برضو ملهاش علاقة بالدين ملهاش علاقة يا جماعة بالدين خالص بانه مين مسلم ومين مسيحي وانه الاسلام هيعز على المسيحية ونلاقي ناس تاني بقى اللهم عز المسيحية كمان وبدأت خلاف كده وقال لك يا جماعة انتم بتكتبوا التعبيرات دي ليه قال لك مش معنا هما اللي بيعوضوا فهي الفكرة مش صراع ديني خالص ملوش علاقة يا جماعة ارجوكو يعني الموضوع ملوش علاقة بعد صعود التاريخي لوكاس نجم تاتنهام بيستعين بالكتاب المقدس عبر انستجرام ده برضو كون ان واحد ليه معتقد ويشكر ربنا على نجاح عمله في الملعب دي حاجة مختلفة دي حاجة ملهاش علاقة برضو بالدنيا اللي هي هنا اللاعب بنشر صورته وهو يرفع يده للسماء وكتب عليها آية من الكتاب المقدس ليس شيء غير ممكن لدى الله دي برضو نوع من أنواع ان هو مؤمن بيصلي بيطلب ربنا يساعد وهو كشخص في الملعب دي ما فيهاش حاجة وبردو زي محمد صلاح بيسجد ويطلب ربنا ما فيهاش اي حاجة لكن الموضوع مش انه فريق مسلم وفريق مسيحي يعني اتمنى بس انها تكون واضحة وانه ما نتخلش بقى الدين وندخل في السراعات ونلاقي حرب على موقع التواصل الاجتماعي وندخل الموضوع يوصل بقى لمقارنة اديان وقصص صعبة جدا بنتمنى طبعا دلوقتي احنا الموضوع كله انه بقي انتوا عارفين طبعا انه كل دلوقتي كل الفرق الانجليزية هي اللي صعدت وطبعا بالتأكيد كده فريق انجليزي هو اللي هيفوز في الفترة الاخيرة فطبعا دي زي ما بقول لكم انه يعني نهائي دوري ابطال اوروبا فنتمنى ان شاء الله الفوز وتأكدوا من ده وطبعا لعبة كرة القدم هيكون للفريق اللي الجماعي اللي هيلعب لعبة حلوة وبنتمنى للكل ان شاء الله يعني التوفيق نروح بقى لخبر من لبنان الرئيس اللبناني ميشيل عون استقبل الدكتورة سوريا باشعلاني الامينة العام لمجلس كدائس الشرق الاوسط وعدد من اعضاء المجلس وبعض شركاء المجلس من مختلف كنائس العالم الوفد ضم القص رفعة فكري الامينة مشارك المجلس على العائلة الانجليا المصرية وفي كلمتها استعرضت الدكتورة سوريا باشعلاني انشطة المجلس ودور الكنائس في الشرق الاوسط لتدعيم ثقافة الحوار ورشر السلام بين المسلمين والمسيحيين ودي برضو كانت اخبارنا اللي معانا النهاردة بالنسبة لمسيحي الشرق الاوسط والعالم